ملف الرعاية الصحية شهد مشروع علاج المحامين وأسرهم تفرة غير مسبوقة بعد قرارات زيادة نسبة مساهمة النقابة دون زيادة في الاشتراكات وأصبحت نسبة مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح والأورام السرطانية ستين ألف جنيهم بدلا من خمسين وفي التحاليل والأشعة ثلاثة آلاف بدلا من ألفين وزيادة المخصص لأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف وفي القسطرة والدعامات أربعين ألفا بدلا من ثلاثين وأدوية الأمراض المزمنة عشرة آلاف بدلا من ثمانية إضافة إلى زيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألفا بدلا من ثلاثين والزوجة خمسة عشر ألفا بدلا من اثني عشر فقط وكذلك للأبناء بمنقدر زيادة خمسة وعشرين بالمئة عن العام الماضي ولأول مرة شهد المشروع السماح بتقديم خدماته للمحامي في حالة الحوادث بموجب مستندات رسمية حتى ولو لم يكن مشتركا في المشروع وتم تعاقد مع ثلاث وسبعين جهة طبية في جميع أنحاء الجمهورية تتحمل نقابة المحامين قيمة العلاج بها كاملة ضمن الحد الأقصى للمحامي للحجز والعمليات مع العديد من تقديم الخدمة العلاجية ووجه نقيب المحامين بمراجعة جميع التعاقدات حفاظا على موارد النقابة وخصص لجنة لسرعة البت في طلبات العلاج العاجلة وبحث إدراك أمراض بالمشروع بشكل دوري وشهد مشروع العلاج الحالي إدخال ما يزيد على 64 قطاعا طبيا متميزا في جميع أنحاء الجمهورية وتحديث دليل العلاج وإتاحته عبر موقع النقابة وأخيرا شكلت النقابة لجنة لدراسة إنشاء صندوق للأمراض المزمنة والسرطانية والكبد والقلب المفتوح ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة كما التقى نقيب المحامين مع وزير الصحة لعقد بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة لتطوير منظومة العلاج بنقابة المحامين وتوفير الدعم الطبي اللازم للمحامي وأسرته زيادة مساهمة صندوق التكافل شملت الزيادة قيمة مساهمة الصندوق للوفاء أو العجز خلال الثلاث سنوات الأولى من الاشتراك حيث بلغت ثلاثين ألفا بدلا من عشرة آلاف فقط وبداية من السنة الرابعة يتم الصرف بحد أدنى أربعين ألف جنيها وحد أقصى سبعين ألف جنيها كما تم زيادة ميزة بلوغ سن المعاش عن كل سنة اشتراك إلى ألف وسبعمائة جنيها بدلا من ألف وخمسمائة فقط وتعديل سياسة الاشتراك للأعضاء حتى سن اثنين وثلاثين عاماً معاشات المحامين أولى النقيب العام ملف معاشات المحامين اهتماماً كبيراً وشدد على ضرورة الانتظام في صرف الزيادة السنوية وشكل لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ونجح نقيب المحامين في تسريع صرف معاشات الدفعة الواحدة لحالات الوفاء والعجز الكلي مما سهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المتأثرة دون الحاجة لإجراءات معقدة وأصبح يتم صرف منح وإعانات في الأعياد والمناسبات لأصحاب المعاشات ولجميع أسر السادة المحامين المتوفين كما تم صرف منح استثنائية لأيتام المحامين بمناسبة العام الدراسي الجديد لتوفير كافة أوجه الرعاية لهم إنشاء مركز طبي للمحامين وانطلقت بمدينة السادس من أكتوبر أعمال حفر وإنشاء المركز على مساحة تبلغ نحو أربعة آلاف متر مربع والمركز يتكون من ثلاثة طوابق وحرص الأستاذ عبد الحليم علام على إجراء عدة جاولات تفقدية للأعمال من أجل سرعة تحقيق هذا الحلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر